خلال تواجده بالعاصمة البلجيكية براكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي التقى وزير الخارجية سامح شكري بمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي تناول اللقاء التشاور حول خطوات المستقبلية لتفعيل الإعلان السياسي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي فضلا عن مناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسياسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الجهود المصرية الرامية لوقف الحرب على غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام وإطلاق صراح الأسرى والمحتجزين